قال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور محمد بن عيضة شبيب أن انشغال اليمنيين بقضية النضال لاستعادة الدولة ضد الانقلاب وجرائم ميليشي الحوث الإرهابية لم ولن ينسيهم دعم ومساندة قضية الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم وأوضح الوزير شبيب في كلمته خلال القمة التشاورية لعلماء المسلمين المنعقدة بمدينة اسطنبول التركية أن لدى الشعب اليمني قضيتان رئيسيتان هما قضية مقاومة مشروع ميليشي الحوث الإرهابية وجرائمها بحق الدولة والمجتمع وقضية الشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الغاشم وتطرق الوزير شبيب في الكلمة إلى حاجة الأمة الإسلامية لإحياء مفاهيم حلف الفضول لنصرة المظلوم ومواجهة الظالم والذي سبق إليه العرب قبل الإسلام وقال عنه رسولنا الكريم صلوات الله عليه لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت